الف مبروك النهاردة خروج النائب السابق والنشط السياسي زياد العليمي صدر قرار جمهوري قرار جمهوري بالافراج عن النائب زياد العليمي والحقيقة ده كان بالنسبة لي في تصوري ورأيي المتواضع يعني متغير مهم زياد العليمي اتحبس في قضية سنة 2019 التي عرفت باسم خلية الامل تخيل شباب كانت بيعمل تحالف بينهم وبعضيهم عشان ينزلوا انتخابات شرعية يعني وسموه تحالف الامل فعوضوهم ودخلوهم خمس سنين سيجن جنين تفعالك نوع تترشح في انتخابات برلمانية هي دي دولة اصلا عشان تترشح احنا اللي نعين اما للناس اللي خدنا منهم 30 مليون جنيه عشان ندخلوهم البرلمان واديهم فيه فا اتعبض عليه هو والشباب الاخرين هو شان فؤاد وحسان مؤنس وكده وطلعوا الاخرين سبقوه شان فؤاد وحسان مؤنس وهو فضر وكان بالنسبة لي زياد العليمي مش هيطلع لان زياد العليمي قال المشير تنطاوي احمر ودي بالنسبة لهم وبالنسبة للسيسي كريمة مشير تنطاوي هو الاب الروحي وهو اللي احتضن السيسي ورجعه مرتين الخدمة بعد ما الفريق سامي عنان طلعه مرتين يرجعه الخدمة مرتين خريق سامي عنان يكتب له انهاء خدمة لعدم الصلاحية عشان سقط في مشروع الحرب ما بقولك التفاصيل اهو سقط في مشروع الحرب وتنطاوي يروح لحسن بارك يرجعه فلا يعني التغافل عن اهانة المشير ده مش مقبولة فكان زياد العليمي هو ابو تريكا تعرفين ابو تريكا هذا الاسطورة ابو تريكا ده اسطورة العالم كله يعني عارف ابو تريكا وهيبقى ليه ضربة البداية في كاس العالم وحاجة متصنف علي انه ارهابي ودي اكبر طامة في حجم النظام انتخيل الناس كلها بتقول النظام اللي في فاصل ده مصنف هذا الرجل علي انه ارهابي بسبب انه مرضيش يسلم على المشير ساعة مسبحة بور سعيد فلا ينسوه ابدا لذلك فبالتالي انا النهاردة حالة الافراج بتاعت زياد العليمي دي تباين لي قد ايه حصل تغير وقد ايه حصل تنازل عن السوابت وده شيء طبعا يساعدني جبا خروج زياد الف مبروك انه هيبات النهاردة في حضن بنته وامه يعني ويا رب يفرج كرب كل مسجون ومهما قلنا لن نستطيع ان نصف لحظات المعاناة اللي بيقضيها المسجون في سجنه مهما الواحد اوتى من فصحة الكلام فده عن الف مبروك فانا فرحان جدا للزياد وفرحان جدا للتغير اللي حصل لان انا قلتلكوا قبل كده ان دولة 2018 انتهت دولة 2018 انتهت لا بقى في ترامب ولا بقى في نتنياه 2018 اللي هو طحة في الارض فسادا جاب شفيق في شوال جاب الفريق شفيق في شوال من الامارات وابض على الفريق سامي عنان وابض على احمد قنصوة وقال لك اللي هيقرب منها يشيله من على وش الارض جيل دي بتاعت انا بس وكان اللي يفتح بقى يروح على الشمس لانه كان هناك نتنياهو الصديق الحميم العزيز وترامب اديكتاتور المفضل بالنسبة له فكانوا الاتنين حماية عظيمة جدا فكان يعيسوا في الارض فسادا نتنياهو ذهب الى حيث قلقت امه خشعامي وترامب راح في نفس السكة سكة اللي راح مرجعش مع انهم بيفكروا بيحلموا انه هيرجع في 2014 فالنهاردة بالنسبة لي ده متغير مهم دولة 2018 انتهت هي بدأت النهاية من 2019 حقيقة يعني لكن حاولوا يسترجعها تاني عشان كده بقولك فكرة والان هناك قيادات عاقل فيه فيه قيادات عاقلة على فكرة اه بقولك الناس القيادات بتوع الامن الوطني وبعض جبات هم مجرمين لكن فيه قيادات عاقلة بدأت تفكر الله طب احنا ايه مفيش في الدنيا كده طوارق 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 عشاء ليه احنا كنا عايشين وحاكمين ايام مبارك بس كانش فيه حالة الطوارق دي وكان فيه كل حاجة كناش مشدلين الشدة دي منفعش مخالف لسنان الله في الكون وللتاريخ وكل حاجة بقى انا مبسوط جدا بخبر الافراج عن زياد العليمي ومبسوط جدا بشبه الاعلان الرسمي عن نهاية دولة 2018 بتاع ترامب وناتانيا موسيقى